بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا وحقق يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي هكذا احنا مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم نسير مع سرطة عشان نكمل من سيرتنا في الحياة بأنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وتعالوا نتفق إن احنا قتينا بالكلام عن السيرة في رمضان عشان تلنى بركة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في شهر واسع البركة واسع النفحات وعشان كده احنا بنحاول نمشي مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عشان تتحاول السيرة إلى طريق للسير ومسيرة مسيرة نور ومسيرة بركة تفتح علينا كل أفاق النور والبركة وكمان فنكتشف سر النور اللي حضرة النبي أودعه في سيرته فننتقل إلى اليسر فيحصل لنا يسر فيحصل لنا سرور فيارب فرحنا دايما بحضرة النبي بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم النهاردة موقف موقف النهاردة موقف مهم جدا جدا في حياتنا اللي بنعيشها دي موقف بنشوف فيه الإنصاف على شوية أمور تتعلق بإزاي الرجالة بيفهموا الرجال حتى ولو كانوا مختلفين الموقف ده حصل ما بين أبي سفيان قبل ما يدخل الإسلام وهرق ملك الروم وهم بيتكلموا عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي وكان ده في وقت صلح الحديبية اللي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش بيقول أصحاب السير أن أبا سفيان بن حرب وهو بيتاجر في الشام استدعاه الهرق وكانت بينهم علاقات معروفة مشهورة وكان حوله عظماء قومه وطلب من العرب اللي مع أبي سفيان يقعدوا وراء أبا سفيان عرشال لو هو سأله فكذب هم يقولوله ويشوروله أن هو كذب وسأله جملة من الأسئلة عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأبا سفيان جاوب عليها إحنا على طول أن نروح ونسمع الكلام في نهايته وفي الآخر قال له رقل كلام مهم جدا جدا وبيلخص في أسئلته لأبي سفيان وجوابه عليه فقالت رجمانه قل لي أبي سفيان سألتك عن نسبه عن نسب حضرة النبي بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم وأي نسب نسب كل مليان نور وعقد من اللؤلؤ فذكرت أنه فيكم ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها يعني هو سأله عن حضرة النبي فقال له لا هو له نسب آه له نسب أبو سفيان ما يقدرش يكذب عشان عرب لورائك سمعته بعدها أنه كذاب ثم قال هرقل وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا فقلت لو كان هرقل بأبيول فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله يبا في حد هو ماشي ولا كلام تعال أبله وسألتك السؤال الثالث هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه وسألتك السؤال الرابع هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا فقد أعرف أنه لم يكن ليظهر الكذب على الناس آه طبعا هو ينفع أنه يظهر الكذب على الناس ما يكذبش على الناس ويكذب على الله أكيد ما ينفعش منطق بيقول أن ده ما يصلحش أبدا وسألتك أشراف الناس أتباعه أم ضعفاءه فذكرت أن ضعفاءهم هم أتباعه وهم أتباع الرسل دائما كل أتباع الرسل بيبتدوا يكونهم الضعفاء وسألتك أن يزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم يفضل يزداد يزداد حتى يتم وسألتك أن يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب وسألتك أن يغدر فذكرت أن لا وكذلك الرسل لا تغدر وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوسان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف فإن كان ما تقول حقا فسيملك اسمع بقى هنا الموضع المهم فإن كان ما تقوله حقا فسيملك موضع قدمي هاتين وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم أنا عارف أن النبي آخر الأمة هيخرج بس ما كنتش أظن أنه هيخرج من العرب أنه منكم فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه يعني لو أنا عارف أن أنا أقدر وصله لرحت وتحملت أعباء أن أنا قابله ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي ذي تعبير بيعبر عن التبجيل والاحترام المهم في القصة دي إيه؟ المهم في هذا المعنى من السير إيه؟ عدة أمور متشابكة أول حاجة هرق لي واضح أنه هو بيقدر معادن الرجال شخص ما بيتصرعش في الأحكام على الناس بيسأل أسئلة متتابعة وما بتصرعش في الأحكام على الناس فتقدير معادن الرجال الحاجة الثانية والمهمة بقى إن الرجل بيسأل حد ما يعرفوش وعامل ترتيبة عشان يوصل للحقيق بس أهم حاجة اللي عجبني قوي وأنا بقرأ هذا الحديث من ناحية تتعلق كده بالجانب الاجتماعي وإزاي إحنا نعيشها في حياتنا إن هرقل وكلام في السيرة عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حاب يدرس جوانب شخصية حضرة النبي من عدة جوانب ليه طيب وهو البشر دولة عاملين زي الغابة عاملين زي التشكيل التشريح بتاعهم متشابكين وفيهم عدة جوانب لازم نرعيها طيب أنا بقول كده ليه أنا بحس في الوقت اللي عندنا ده إحنا وكأننا بنتصيد الأخطاء لبعض وكأننا وقفين لبعض على الوحدة بس سيرة حضرة النبي بتقولك إن الأزكياء والقاضة والحكماء بيبصوا للحاجة من عدة وجوه إحنا قل عندنا ما يمكن أن نسميه التفكير متعدد الرؤى لكن هرقل فكر في تفكير متعدد الرؤى ولذلك إلا حصل وصل للنتيجة الصحيحة هذا نبي يبقى التفكير متعدد الرؤى بيعمل لك مخارج ويعمل لك كمان قدرة على الوصول للحقيقة زي الرجل مع زوجته ما يفكرش بتفكير متعدد الرؤى يعمل إيه؟ هي أسرت في ده إذن هي ما بتحبش الأسرة وما تحفص عليها لو هو فكر هي أسرت في ده لأنها بتقوم بحاجة تانية وهي لو فكرت هو مش مهتم بي بس هو مهتم بلقمة العيش اللي بيجيبهن أن ربنا سبحانه وتعالى بيجري الخير على قدي يبقى لازم نتعلم إذا كنا عايزين نعرف حقيقة البشر ما نبص سبل بناء أدم من ناحية واحدة بس لازم ننزله من عدة جهات ودعي يخلينا الاستغراب اللي بنستغرابه إنه واحد من قلبه أبيض بس منفعله أو عصبي إزاي ده بيتجمع مع ده البشر كده البشر متنوعين البشر متعددين الجهات طب الحل هو إيه بقى أول حاجة زي ما في قصة السيرة لازم عشان نتعلم الصنعة دي نتوقف عن الأحكام ما تحكمش على حد في أول ما تعرفه لازم أنت تعمل إيه لازم تعرف معدنه إيه حضرت النبي قال لنا إيه الناس معادن الناس معادن فيه واحد هتكتشف لما تدرسه من جهد الجوانب إن معادنه زي الصفيح فيه واحد معادنه زي الفضة فيه واحد معادنه زي الدهب فيه واحد معادنه زي الأحجار الكريمة كده حاجة ندرة ده هتعرفه إمتى؟ بالعشرة وعشان كده الكلام ده كلام أبو سفيان كان كلام واحد عاشر حد فعشان كده لازم نرجع تاني نقدر العشرة بيننا يعني إيه نقدر العشرة بيننا؟ نقدر وإحنا عايشين مع بعض إن إحنا بنتعرف على بعض ما يكفيش إن أنت تحكم بحكم على حد تاني بقولي الكلام ده لمن؟ بقولي الكلام ده للأزواج لما تعيشوا مع زوجتكم اكتشفوهم لما تعيش مع زوجك اكتشفيه ولذلك وعاشرهن بالمعروف جزء من فهم وعاشرهن بالمعروف إن إحنا بنستمر بمعرفة كل واحد فينا بالتاني إحنا مش هو حكم حكمناه مش حكم حكمته على زوجتي ولا حكم حكمته الزوجة على زوجها إحنا بنستمر في التعرف على بعض وعشان كده محدش فينا يخاف إن هو يغير وجهة نظره إذا بداله وجهه من وجوه الإنسان ده بتخليه يقدره أو يعطف عليه أو يشفق عليه أو يحب إن هو يساعده تعالوا نقول كده الحكاية في السيرة دي بتنور طريقنا إن إحنا نبطل التسرع في الأحكام ونحاول نعرف معادن الناس معادن الناس ما بتبقاش في وششهم ما بتبقاش في حركتهم ومسلكهم معادن الناس بتبقى جواهم وعشان نطلع معادن الناس لازم نساعد الناس إنها تخرج أحسن ما فيها طب عشان تخرج أحسن ما فيها محتاجين إيه؟ عشان لو قدامك تخرج أحسن ما فيه ادي له فرصة دايماً وإنت بتتعامل مع الناس ادي لهم فرصة ما تكبس عليهم ما تحسسهمش إنهم متهمين الزوجة ما بحس إنهم متهم بيفضل يفلفص ويدفع عن نفسه وممكن يستخدم العنف مش بنبرر العنف بس احنا بنقول للنتيجة الزوجة لما تحس إن زوجها مش فهمها ومش بتعرف عليها بتعمل حاجات مش تحت السيطرة طب والحل هو إيه؟ ادوا للناس فرصة تعبر عن نفسها تعرف نفسها ادوا فرصة للناس إن هي لما تتكلم تطلع اللي جواه تقول الحقيقة تقول الحقيقة وهي مش مكسوفة إن هي تقول ادوا فرصة للناس تكمل الكلام ده حاجة مهمة جدا في الحياة الحاجة التانية إنتوا بتسمعوا كلام الناس ما يبقاش همكم إن انتوا تبينوا قد إيه هم مقصرين لكن شوف الجمال ده مفتاح لجمال فيه لما زوجها تقول لي زوجها والله أنا شايفة إن انت لو كنت قلت العبارة الفلانية بالطريقة الفلانية كان ده يتسعدني وما كانش عايزة عني ما يقول لهاش أنت بتعدل علي لكن يقول لها إيه شكرا أنا النقطة دي ما خدتش بالي منها وممكن تكون دي النقطة العامية عندي الله يبرك لي فيك أنت أصبحت بصرتي على نفسي إحنا لازم نعمل كده يبقى الكلام اللي بيقوله لنا الناس لازم ناخده مش هقولك بصدر راحب لازم ناخده على إنه مراية فاكرين حديث رسول الله المسلم ومرأته أخي تعالوا نتعود إن احنا نشوف نفسنا إزاي نبقى أحسن بكلام لأحبابنا وخاصة أحبابنا يعني مش هقولك في كل الناس حتى أعدائك لنخلينا في أحبابك حبيبك لما يقولك كلمة هو بيغير عليك عايزك تبقى أحسن فاسمع الكلام ده بعناية حاجة الأخيرة خلي الجوهر اللي جواك يطلع وما تستناش من حد حاجة وأحسن جوهر يطلع منك هو الطيابة خليك طيب وما تخافش إن انت تبقى طيب وعشان كده حاول طول الوقت تكون صادق وتكون خدوم وتكون كمان حنية عن الناس إذا كنت كده هرق حكم على حضرة النبي على البعد وكمان أبو سفيان ما قدرش يخب حقيقة سيدنا النبي حنين سهل كده ولين بين يا زين بين حسن رسول الله ما قدرش يخب حسن رسول الله ليه؟ عشان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم صادق حضرة النبي خدوم حضرة النبي حنين الحاجات دي كلها لازم تكون فيك إذا كنت عايز الناس ترعيك وتحافظ عليك وتسندك يا رب اجعلنا دايما من اللي سيرتهم تبقى سبقاهم وتبقى سيرتهم دايما مليانة بالجمال والحنية والخدمة وأعان يا رب على إن إحنا نكون قادرين نملك نفسنا وما نحكمش على الناس ونقدر في كل وقت نشوف نفسنا بعين الجمال في عيون أحبابنا اللي حوالينا واجعل ده يا رب رباط بيننا وبين أحبابنا يدوم على الدوام يا رب أكرمنا واجعل بصيرتنا دايما متنورة بنور حضرة النبي بعد الفاصل نلتقي بكم عشان نجاوب على أسئلتكم المباركة رجعنا لحضراتكم معانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بينامج ولا تعسروا اللي بتجمعنا وانتوا عارفين أن رمضان هو رمضان المحبة والود والألفة وكمان لمتنا مع كل المعاني اللي بتوصلنا إلى ربنا سبحانه وتعالى وإلى جمال حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعانا أول سؤال من أستاذ محمد أستاذ محمد أنا مع حضرتك كبير اتفضل يا أستاذ محمد كل سنة حضرتك طريبة حضرتك طريبة بصحة وبسلام عندي الحاجة المدام عندها تقريبا 72 سنة لسه شباب يعني سمعني حضرتك لسه شباب بقول لحضرتك لسه شباب يعني الله يخليك ويبارك لك حبيب ألوك من زوائك طبعا بالصوم دخلت مبارح الحمام لمواغذة شافت دم هي مرة بس ما جاتش مش إنه بالليل ولا بقاش هي مبارح بالنهار هل صيامها مقبول ولا تعيد الصيام يعني شافت دم شافت دم هي لسه بتحضر دم إيه لا 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 العادة شهرية اتقطعت من زمان من زمان من زمان من زمان ده كلام كويس جدا يبقى إيه إذا كانت اتقطعت من زمان وده مش معتاد يبقى دوت على طول عن يبقى استحاضة وهي ده قد يكون دوت من أي نوع من أنواع الأشياء اللي فيها إصابة أو فيها مرض فعشان كده يبقى صيامها صحيح طالما هي خلاص وصلت إلى الوقت اللي بيترفع فيه الحيد وإن دوت مش موجود إلا بقى إذا كانت هي متقنة أن ده دم حيد وأنا أخشى بس أن يكون عندنا مع التقدم والحرص على الدين والحرص على المحبة اللي سبحانه وتعالى رسوله بيحصل في بعض الأحيين بعض الوسواس عند بعض الناس بيتخليهم في بعض الأحيين يحصل لهم شوية انفعلات فيحصل لهم ده فأنا بقول لحضرتها لأ دوت من قبيل الاستحاضة وليس من قبيل الحيد اللي يجوز الإنسان يستمر معاه في الصيام مدام هو غير معتاد ومدام هو خرج عن طريق الاعتياد لأن الاستحاضة هم بيعرفوها كده بس بيقولوا أن دوت على سبيل المرض لأنه استثناء والحيد دوت على سبيل الصحة يبقى هم بيقولوا دوت حاجة استثنائية فده واضح أنه دم استثنائي فهي تكمل صيامها وصيامها صحيح معانا الأستاذة مجدة أيب السلام عليكم اتفضلي عليكم سبحانكاته اتفضلي رمضان كريم الله أكرم بص حضرتك أنا عندي حد قريب مني قوي وظلمني وأنا متضايقة يعني كل شوية أفتكر ربنا أعضعي مش وبطلعيات وزعلانة من نفسي أنا مش عارفة أعمل إيه يعني قولي أنا أعمل إيه طيب هو المسألة أن المظلمة اللي عند حضرتك دي قدامك شوية اقتراحات اقتراحات دي أنا أقولك أحسن اقتراح فيهم بس أقولهم لك الأول أولا أني أني تفضلي زعلانة كده ويفضل هو متعلق بزنبه ومظلمته دي عند ربنا ويتحاسب عليها وأنت بتقولي أني أنت بتحبيه الحاجة التانية أني أنت تنسي المظلمة دي وخلاص وربنا يتولى جبر خطرك بيها الحاجة التالتة أني أنت تستثمر المظلمة اللي عندك دي وتدعي نفسك أن ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليك ويشرح صدرك ويخفف عليك وتدعي بما تحبي لأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال للشخص اللي الظالم وهو يحذره وكمان يبشر كمان المظلوم بيقول قاله واتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب يبقى إحنا لازم نفهم ده فلازم إحنا نستثمر ده إن إحنا ندعو لأنفسنا إذا واقع علينا ظلم ده معناه إن الواحد ما ياخدش حقه هلأ معناه إن الإنسان ياخد حقه بس كمان معناه إنه هو لازم يفهم إن فيه أمور كتيرة جدا جدا بيكون فيه ظروف متعينة ممكن تحصل للشخص ده أنت طبعا يعني أنا واضح إن أنت عندك إنه كسرت الخاطر إن أنت تصدمت في حد بتحبيه أي مش كده؟ أي لا ما تتصدميش في حد بتحبيه لأنه بشر كله ابن أدم خطاء وغيره خطائينا التوابون فهو خطاء هو زي زي بقية البشر مش معنى كده إن أنا ببرر للظالمين لكن ببرر لأحبتنا إزاي نقدر نتجاوز ده أنا عندي دراسات فيما تتعلق بكيفية تجاوز الأسى أول حاجة في تجاوز الأسى هو معرفة إن إحنا في الحياة والحياة فيها بشر وليس فيها ملائكة ولا فيها شيطين يعني مش معنى كده أصلي هي المشكلة اللي عندنا إيه إحنا عندنا عازل إكستريم إذا ما كانتش هو ملاك هيتحول إلى الشيطان هو لا ملاك ولا شيطان هو بنا آدم بنا آدم حبزه لو إن انت ساعدته إن هو يتوب إلى الله حبزه لو إن كنت ساعدته إن هو يعود إلى الله وخاصة في الأيام المباركات أيام رمضان يبقى أنت لو تحبيه خليك حريصة على إن كنت تتسعدي معانا الحاج محمد بالشرقية آه أنا أعذرك عم الحاج عم الشيخ للوقت أنا حرفت بالطرق تلات مرات أنت حرفت بالطرق كم مرات؟ ها؟ تلات مرات حرفت بالطرق تلات مرات صح؟ آه أنني أن أبيع الحاجة دي أن أنت تبيع حاجة معينة أبيع حاجة معينة آه طيب أبيع متشكل مثلا مثلا أبيعه ومعرفت شبيعه طيب فأني بالوقت أعمل إيه؟ أنت قولت دي أول مرة تحرف في حياتك بالطلق فيها؟ أول مرة في حياتي أحرف بالطلق في الجثة دي طيب أقول ما حرفت خالق ما حرفتش بالطلق في حياتك كلها؟ لا طيب أنا كرامة لده بس أنا ما بجاوبش على مسئلة الطلق أهله هوا خالص ليه؟ آه لأن الحقيقة أسئلة الطلق دي محتاجة أن الواحد يعني يستبصر فيها ويهدى ويتحقق فيها بشكل كبير جدا لكن أنت بتقول أنت أول مرة تقول أي حاجة ليه علاقة بالطلق في حياتك كلها آه أنت بتجاوز ليه كم سنة يا حاكم حام أنا متجاوز بقلي 25 سنة والله كويس مش كتير أو وجاي من الورشة فجاي من الورشة تعبان فحصل نقاش بينه وبين الزوج دي فرحت حالف اليمين بالطلق فيه قلت إيه بقى؟ أنا متنفسي قلت إيه يا حاج محمد؟ قلت علي كذا لا تنباع علي كذا لا تنباع علي كذا لا تنباع علي كذا لا تنباع بصد تطعم عشرة مساكين وهو حسك عينك لك دعوة بالطلق تاني أنا عمر محلف دي أنا الماليه معرفش أنا الرفض هو أصلا ما فيش كلمة في القموس اسمها طلق خلاص خلصنا إنت بالنسبة لك ما فيش كلمة اسمها في القموس اسمها طلق يا حاجة محمد خلاص تمتنع وما لكش دعوة بالطلق خالص يا حاجة محمد فاصل ونكمل أسئلتنا المباركة معكم رجعنا لحضراتكم معنا لأستاذ محمد من جيزة أستاذ محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يجزيك كل خير يا مولانا ويجعل إن شاء الله كل ساعاتك وأيامك في الهنى وفي السعادة إن شاء الله جميعاً جميعاً أنا بكلم حضرتك على طول بس النهاردة بقى دي أسؤال تفضل يا حاج محمد الله يجزيك كل خير راجل ابنته مريضة بأمراض مزمنة مرض مزمن اللي هو بيتعالج في معهد الأورام طيب ربنا إن شاء الله يجع المعلامة بيتامل الأجل والعافية يا رب ربنا يعافينا ويعافيها ويعابينا يا رب يا رب هنا تعمل إيه موضوع الصيام هي مش قادرة تصوم هي لو مش قادرة تصوم والأطباء قالوا لها في المعهد إن هي مش هتصوم خالص يبقى خلاص يطلع فدية عنها يطلع فدية لكن ما يطعمش مع الفدية ما هو فدية يعني إطعام يعني هو الفلوس اللي هيطلعها دي إما يأكل بها الناس أو إن هو يتفعل الناس تأكل بها على حسب حالة الناس اللي هيعتهرهم على حسب حاجة الناس وعلى حسب قدرته افرد هو مش قادر يأكل الناس يبقى خلاص هيطلع فدية يعني فلوس الفلوس في حدود بالضبط أقلها عشر جنيه أقلها عشر جنيهات أتصلوا عليكم بكل عيزك حاج محمد الله يكريمك معنا أم عمر من بني سويف ألوى أيها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من فضلك أنا عندي سؤال هي لي صديقة من 22 سنة كنت أنا رايحة لعمرة وهي طلبت مني أشتري لها دهب بألفين جنيه واسترت لها الدهب بألفين جنيه ومن 22 سنة طلبت منها أنها ترجع لي المبلغ كذا مرة ما رجعتش فما بقيتش أكلمها تاني فبعد 22 سنة اتصلت بيه بالتليفون وعايز أترجع المبلغ فهل هي تدفع لي ثمن الدهب يعني اللي هما الألفين جنيه ولا ترجع لي ثمن الدهب بقيمته الحالية بعد 22 سنة هو أنت حضرتك ما كنتش ملايينها بدهب لا أنا حاضر أنا بقول لحضرتك وأنا في العمرة أو قالت لي استريلي دهب حضرتك حضرتك لما دينتيها دينتيها بدهب ولا دينتيها بألفين جنيه هي طلبت مني أستريلها لا لا خليق يعني امشي معي خطوة 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 يا معامر أول خطوة أنت دينتيها بإيه؟ دينتيها بالألفين جنيه اللي اشتريت لها بيها الدهب أو بالضبط أنت دينتيها بجرامات الدهب اللي انت اشتريتها بيها لا جرامات الدهب راح تلاها هو بقى مكتوب في زمتها ألفين جنيه أو مش عشر جرامات دهب ولا خمس جرامات دهب ولا عشرين جرام دهب تمام المكتوب في زمتها ألفين جنيه فاترجع لك الألفين جنيه أو تمام طيب جزاك الله خير جزاك الله خير الله يبارك في حضاكم يا رب أستاذ سامح أستاذ سامح أهلا وسهلا ممكن أنا بشكوة بس عايزة أقول هلا في كيئة واحدة من عشرين سنة أبوي أخذني من إيدي وسلمني في مستشفى المجانين وفتبع مش هو الضمار الشامل أنت تكلمتني قبل كده يا سيد سامح لديني اكتئاب ماشي الحالي ديني هوت أبقى الفترة مدلرة عند مواليس على الرسال الثلاثين يجب الاكتئاب ويوزيني إياه سيد سامح مش أنت تكلمتني قبل كده قلتلك أن أبو والدك ما كانتش يعني ما فيش أب عايزي بهدل ابنه لكن هو عمل اللي هو تفكيره وصله إليه أنه هو أنت محتاج دعم نفسي فعمل كده اللي عليه هو أنا عايز أقول لكم حاجة جماعة عشان بس المسائل تبقى عاطح أنا مش متصور أن احنا نفترض أن الأباء بيعذبوا أبنائهم أب حاول يوصل لي أنه هو يخلي ابنه في حالة اتزان فكانتش قدامه هم مش عارف يعمل حاجة يعمل إيه يسيب ابنه تعذب ويتعلم قدامه هيتطر يحاول يستعين بالخبراء بعض الأولاد بيحسوا أن أباءهم لما بيودوهم الأماكن اللي بتعالجوا فيها أنهما بيرموهم هما مش قادرين وإنتوا لو فضلتوا معاهم هتأذوا نفسكم وتأذوهم قولونا أنا بسألكم هو أنه يعملوا إيه الأباء اللي مش قادرين على أنه يتعاملوا مع شخص مدمن أو شخص عنده اضطرابات نفسية حد بيؤدي في بعض الأحيين أنه هو ممكن ينتحر أو يأذي حد حواليه يعملوا إيه الأباء والأمهات يسيبوا الإنسان ده يهلك ويهلك ولا يحاولوا يعملوا حاجة تساعدوا على ده أما مسألة الطب الطب النفسي تطور تطور كبير حصل فيه طفرة فالطريقة اللي أنت كنت بتتعالج بيها اختلفت فأنا بننصحك أن أنت تستمر في العلاج لأن العلاج النفسي تطور جدا فإن شاء الله رب نكتب لك يا سادة إحنا النهاردة كنا بنتكلم عن معنى من أرقى المعاني اللي تعرفنا لقلقة الكون وضرة العرص وضرة الحياة كلها حضرة النبي وهو بيتكلم عنه هرقل بكل الكلام الجميل ده كله بس كمان كل واحد فينا ممكن يبقى جواه لقلقة كل واحد فينا ممكن يبقى جواه نور وبركة وجمال بس محتاج حد يقدر يخرجه منه هنقدر أن يخرجه منه لما نكون حريصين أن احنا نطلع أحسن ما فيه كل واحد فينا لو أنه تعامل مع الآخر عشان يطلع أحسن ما فيه مش مكان مهم بس أنه يعيش حد لو دس على رجلين الناس حتى لو أزى الناس حضرت النبي لما أمرنا أن احنا نراعي ولتمس الأعذار للناس كان بيوسع لنا الحياة كل ما بتلتمس عذر الحد وكل ما بتشوف جانب بين جوانب حياة الناس كل ما حياتك بتوسع وبصرتك بتتسع وينزل في قلبك وربنا يصب لك في قلبك الحكمة خلينا دايما نحاول مع بعض أن احنا نكون في أحسن حال ونكون في خير حال ونكون في أحسن الأخلاق ونشوف أجمل ما في الناس لأن ساعتها هنبقى مشيين وإحنا في إيد حضرة النبي اللي بنقول له وحقق يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي يا رب جعلنا دائما بتتجمل قلوبنا لما نمسك بأيدي لحضرة النبي فيسري جماله إلى قلوبنا فنشوف أجمل ما في الحياة وخاصة أجمل ما في اللي حوالينا يا رب جملنا بجمالك يا جميل يا رحيم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اشتركوا في القناة